السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي قناة مملكة حسناء كنتمنى من الله يلقاكم الفيديو بخير وعلى خير وبصحة والسلامة والعافية والرزق وطلط العمر وردات الوليدين وردات الوليدات كيف كتشوفوا معايا في الصور هادي واحد المخمار وخبز محراش اللي عجنته غير بالقمح وطقيق ديال الشعير شوفوا سبارك الله كيجير طب مهوي سهل في التحضير وما كيش قاساح ولا يابس كيف كنقولو والبطبط كيجير رائع صراحة طب طبية الحال مع واحد كويس ساعاتي وشوية ديال زيت العود ولا زبدابل ديال كيجي رائع كنتمنى من الله تتبعو الفيديو من الاول حتى الاخر وينال اعجاب ديالكم وفرجة ممتعة وسلام عليكم ان شاء الله باش نخدمو هاد البطبوط والمحراش ديالنا عدتنا واحد الكيمياء ديال دقيق ديال القمح بالنخال ديالو يعني مغرب اللي من النخال الغليضة هذا غير النخال الرقيقة اما النخال الغليضة بالزافره ما كنديروهاش اما كتكونوا مغرب لنفطح هنا ولا كتغرب لنفطح هنا او لا كتغرب لنفطح هنا هذا ودي ديال الشعير اللي يخدوهم عدين الناس حتى وين الاعجاب ديالهم يعني مخدوهم طانقة نقية وصار حارة اعجبهم الحمدولي الله غندي هنا يا تقريبا دلت واحد الكيمياء ديال ستتزليف توع القمح وغندير معا مغير جزليف توع الشعير لان الشعير عندما كيف كتشوفوا هذا والشعير ديالنا هوا في هادك البلبولر قيوقا احسنا اخذية البلبولة الغليدة حيدناها وحيدنا الرقيقة ديالتقراس هادي غير البلبو كتكون بيتك البلبولرقي وقا بزاف بحش شكل ديال الضرات احنا غندير واحد جز معالق صغار ديال السكر هاد المعالق ديال السكر لي ما بغيش يدرهم ميديرهمش غير انا كان بغي نديرهم بش يجيني ذاك المحراش محمر مزيان وغندير معاهم واحد الكيمياء ديال الخميرة راكم عارفين الخميرة دائما على حسب الجو هنا انا دلت الخميرة بالزيد لان الحال بارد لان هاد الفيديو ديال البطبوط والخبز ديال المحراش انا راكت امصوره شحال هادي كان ديك الساعة كالبرد وششا ويالله كتاب باش نمو نطيه اليوم ان شاء الله ونحطه لكم تستافضوا منو كي بقيت لكم متكتروش الشعير بزاف لان الشعير راكي قصح الخبز خده غير القياس خافي ناخد الما ديالي وغابلا ندخل فيه بشوية بشوية حتى ياخد الكيمياء المهمة دياله ديال الما وخاصتكم تردو البان الشعير راكي يشرب الما مش بحال الفورس والقمح كان ناخده غير القياس كي بداوي جراوي لا عندك الشعير كي بغي الماء ولكن بطابعة الحال بالقياس عندما كيف كتشوفوه انا كندير في الماء وفي نفس الوص كان معاك العجينة تبارك الله شوفوا العجينة كتجير طبالي انا القمح والشعير بحالة كتجي بحالة العجينة مرملة ما كديش عجينة مش بحال الفورس والقمح صفر كتل العجينة كتقعد تلسق وكتديك صعيبة مو يمدال بالنسبة لعجينة دياله رازوينة وسهلة انا رايش نتغير بايد وحدتين الاخر عشغال لاندلك فيه صافي هنا كنزيد الماء بشوية بشوية وانايا كنن معاك فدك الطحين هانتما كيف كتشوفو القوام ديال العجينة كتباليكم بحالة راه خفيفة ولكيرة ضروري خصوص تكون خفيفة لانا كيف قلت لكم شعير راه كيشرب انا غادي نكيك نقول حنا الناس دياله كي يرقدوا العجينة انا خليتها في البول ودرت فيها توقو بصباعة راكم شتوها ورشيت عليها الماء ومتخافوش منها لانا هي غا تشرب هانتما غا نوريكم كيفاش غا تولي اهنا يا راني غطيتها خليتها تقريبا واحد عشر ديال دقيق وعدا ما رجعت لها هانتما تبارك الله راه خمرات شوفو خمرات وانا غا نبدأ نجمع فيها وغا نبقى مرة مرة نرش شوية للماء لانا كش كتشوفو العجينة راه هانش فاذ يعني راه ضاروري نزدو شوية للماء وهنا قصتكم تعرف وحد القضية ان الملحة راه بقى مدرتاش نحن هاتش شئير وهذا قمح ما كدرش ملحة في اللول حتى الاخر الملحة كتبقى على حساب بضوق كل واحد قياس الملحة في ايده وملحة ماشي بها الملحة يعني ما غا نقول لكم انا مع القضية للملحة ولا صغيرة ولا كبيرة ملحة سبحان الله قياسها في ايد اي واحد في داره هذيك الملحة بشدو بردلتو شوية ديال ماء طبيعة الحال المالي عجينت بيرها مدافي سوف نحاول نجمع العجينة تصبر كلا ميك تدير الملحة العجينة مكتب قش تلزق بزاف سوف نحيدها ونضربها فوق البوتاجي بطبيعة الحال اللي يرمسوها مزيان ونضربها بحد لكه صراحة هذ الخوز كيبغي شوية دليك هنا يمن بعد مدرتو فوق البوتاجي العجينة ديالي باش ديني ساهلة فدليك دروري كان بقى مره مره كان رش شوية الماء هانتم العجينة شوفوا شتبار كلا شاتع المدرت فيها ولكن رب العقل مشيني جريوها الا قس ندخول الماء بشوية بشوية لان كيبغت لكم رش شعير ره كيشرب الماء هنا يبقيت كنت لك فيها بشوية بشوية عطيت شوية ديال الكف تقريبا 1-5 دقيق وانا كنت لك فيها شوفوا كتب لكم بحالة مقطعة ولكن هي راجة رائعة والخبز ديالها راكششوف في الاول ديالفيديو راجة رطب واقسمي لكم بالله يلبقى عندي 1-3 ايام غير على بره واللهي مجا قاسح بقى رطب عفشني رطب غير بالزيف حاطه على بره غير بالزيف وجا رائع واللهي من كدب عليكم لان ذاك الفورص راه هو اللي يقصح الأجينة من بعد وكتكرموا هنا يمن بعد ما غطيتو خمر للخمرة التانية انتو ما كيف كتشوفو راه كيبدا الأجينة بحالة كتلسخ لك في الايد وكين ما تخافوش منها هنا يغا نحاول نخويها من ذاك الخميرة ولا ذاك النفاخ اللي تنفخات وغا نحطها فوق البوتاجي باش ان شاء الله نقطعها غن دير نصها بطبوت ونصها غن ديرو خبز ديال المحراش في الفران هنا يا ضروري هاد الطريقة ديال العجينة ولا هاد العجينة ديال القمح والشعير را ضروري كنساعلو بالماء لان العجينة شوية خفيفة وهاد الخبز ديال الشعير كيبغي يكون خفيف باش من كي طيب كي يجر طب ولكين مشيعو تاني خفيف نجري بالعجينة انتو ما كيف كتشوفو القاوم ديالها ضروري كنساعلو بالماء وحتى باش كنقرسوها بالبلبولة ديك البلبولة كتشد لنا في العجينة لانا لانا لان كانت العجينة ناشفة را ما كتشدش البلبولة كتقرسيها والبلبولة كتطيح والخبز كيتقرس ولكن را ما كتزين خبزة طلوحية في المقلة ولا شا فران اذاك البلبولة كلها كتهرب على العجينة يعني اذاك المالي كندهنو بالعجينة را موهيم باش كي خلي البلبولة اذاك اياه اذاك اياه الالكول ديال البلبولة في الخبز هنا كيف كتشوفو انا النص قسمته بطبوط صغير لحساب الفطورات ولا اللي القوتي والنص الاخور درتو بمحراش هو اللي كان ناكله بطعجين ولا كان ناكله بها المرقى ولا شي حاجة موهيم هاداك الدواز ديال الماكلة ايوا هادا المنتوج تاني يعني بريدكم المنتوج ديال الطحين ديال الشالع جنت بيه وهادا البلبولة الرقيقة ماشي المنتوسط ديال الطوفار هادي البلبولة الرقيقة شوفو كي بديرها هادي هي اللي كان نقرسو بها المحراش صراحة كتجي رائعة كيجي خبز ديال حرش ولديد را غير اتاي وزيت العود والله ما تشبعوا منو واحد مسألة هنا يا حاولو ما تدخلوش البلبولة الداخل ديال الخبزة ما يجيكم مش مدقص يعني انتو ما كيف شفتو كنحطو العجينة وكنغطيو عليها بالشعير وما يكنقرسو شوفو انا را كنقرس غير شوية علاش لانا انا را ما دياليش الفورس والفورس هو اللي كينفخ الخبز في الفران او لا في المقلى يعني منز قرسو ديرو بحساب ان هادا التحين ولا هالطريقة ديال العجينة را ما فياش الفورس يعني السمك اللي غا تقرسو عليه را هتطلع غير شوية باش ديزوين مهم را كم شفتو السمك ديال الخبز ديالي كيفاش قداش مرقيق مغلط انتو ما شتو هنا كنبغي نقرس في اللاطا باش ما يكتبين الخبزة كتاخد حجم ديالها وكتبقى في اللاطا ما كتعواج متاشي حاجة هنا را تقدر تستدية المحراشات نغطيهم وغادي نخليهم يخمرو انتو ما را كنعود فيهم ولكن را بطبيعة الحال را همكا نغلبش تقرس را عني شوية متوسطين شوفو انتو هنا غادي نتقبل فورشيت علاش باش يلق خمرو ما نتقبوهم شوية تفصو انا بالمسالة ما انا ما كان ديراش العجينة ولا تقرسمي كان نقرسو كان تقبل فورشيت علا باش كنخليه تخمر باش من تخمر ما نتفصهاش انا بتقيب ديال فورشيت هنا يقرستها وغادي نغطيهم نخليهم يخمرو وهنا يرشعلت الفران على عفية قليلة لان باقي الوقت غتخمر هو خاص الفران يكون سخون مزيان بهاد الاثناء دست باش كنصيب البطبوط ضروري فوق البطبوط عجي درت واحد المانطة هذه المانطة عندي اختصاصية ديال اكحار في دبال كيف قلت لكم البرد يعني درت المانطة فوق البطبوط عجي درت الزيف اللي غنكرس فيه هاد البطبوط غنحاول نقرسوه ومنرققوش بزاف اراه البطبوط ديال الفورش والقمح كنرقوه مزيان ويكون لحو في المقالة تبارك الله كيتنفق وكيجي بهوي ولكن لا هاد البطبوط ديال الشعي والقمح ما كان نقرسوهش بزاف كنخلوه فيه الروح كنقولو كنخلوه شوي يسميك مشي عاو تاني بزاف ومشي عاق بزاف ويني متوسط وهناي كيف قلت لكم دارولي كان نقرسوه من تحت بش ما نخليوش ما ندخلوش التقريسة الداخل ودجي خيبة صافي غادي نكملو في التقراس وغا ندوز بش نطيب هنا كيف قلت شوفوه انا كملتو كله في التقراس شوفوه هانتو مرة كي بليكم السمك ديال البطبوط ما ترقوش بزاف لانا كيف قلت لكم فورش هان عاود نقول اغان كتنزع ما غان كترت عليكم هاد الهضراء ولكن ردو باركم هنا الخبز هو خمار اللي هانتو ما شوفوك نحط طبعي وكيتم طالع تابعني بشوية صافي هنا يلفرر راسخن مزيان خاصت فرران يكون سخون وتنقصوه العافية غير شوية تخلوه عافية متوسطة ونخشوه المحرج ديالنا طبيعة الحال من الفوق وقنا بطول تحت التحمر وهذا هو المحرج ديالنا شوفو تبارك الله كيف جا هنا يارا بقي سخون هادا خرشو من فران بقي سخون ضروري واحد المرحلة مهمة اللي نخص نديروه في منديل علاش في منديل باش هاداك الخبز كيرطاب لينا دا بادا هنا الخبز انا كان قاد فيه ولكن هو قاصح ولكن المي كان ديروه في الزيف وكان غطيوه عليه كي عراج باش كيرطاب باش كيرطاب بدك العرق ديال الزيف بحالك نرجعو في هاداك السخونية ديالو كيرطاب لينا هادا البطبوط تبارك الله شوفو تاوبة خمر غنديروه في المقلع وغادي نبدأ نطيف فيه بشوية 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 يعني اللوح البطبوط طائمين تبارية بلسكتشت فرازها غادي نقلبها وغادي نقلبها وغادي نقلب فيه بشوية 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 را كله تنفخ را غير واحد المقطع مشالية من الفيديوهات مش مشكيل ولكن صراحة كي جي زوين وكي جي رطب هنا يا غا مقا نقلب فيه بشوية بشوية حتى نكملو كله في طياب وغادي يكون شاء الله البطبوط ديالنا وجده كيف كتشوفوا معايا هذا هو البطبوط اللي خلصيت معكم اليوم وهدو المحراشات صار حاجة ورائعين وجو زوين ينجخوا بزرطب كيف قلت لكم رابقى عندي على برة ثلاثة يام وهو بقى رطب وزوين كنتمنى ما الله تجربوه وكل فيديونا لإعجاب ديالكم والسلام عليكم